السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم جميعا بالنسبة للمتتبعين لأول مرة زوروا القناة تنتمنى انكم تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا وذلك بالضغط على الزر الأحمر اسفل الفيديو وتفعلوا جرس بجدي ما توصلوا بالجديد للقناة وتنشكوكم جزيلا شكرا على الدعم للقناة وبالتتبع وبالتعليقات زوينهم ديالكم وتنتمنى ان المحتوى يكون نال اعجاب ديالكم بالنسبة للدردي اليوم هدو يكون عبارة على هاد صفيفة او لا ممكن تكون نصف الطوق يعني على حسب اختيار ديالكل شخص وتنتمنى ان اتنال اعجابكم هي ساهلة وتل الشكل ديالها زوين وتنتمنى ان اتنال اعجابكم وذا بغض نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة سوف نبدو بسم الله على بركتي الله اول حاجة سوف نخدمه سوف نخدمه اولا عقدة البداية من بعد سوف نرتفعه بعشرون سلسلة سوف نخدمه اولا عقدة البداية من بعد سوف نخدمه عقدة عشرون سلسلة سوف نزيد ارتفعه بثلاث سلسل اضافية سوف نتعبه عمود بلفة واحدة من بعد سوف نجاوز السلسلة الاولى الثانية الثالثة في السلسلة الرابعة سوف نخدمه عمود بلفة واحدة ثم سوف نجاوز السلسلة الموالية سوف نخدمه عمود بلفة واحدة ثم سوف نرتفعه بثلاث سلسل ثم سوف نخدمه عمود بلفة واحدة يعني في المجموع سوف نجاوز السلسلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وفي السلسلة السادسة سوف نخدمه عمود بلفة واحدة وفي نفس الغرزة سوف نضيفه اربع عمودة اضافية يعني في المجموع سوف نكون لدينا خمس عمودة في نفس الغرزة اشتركوا في القناة ف بنفس الغرزة من بعد ما كمنا خمس عمودة في نفس الغرزة هذي نجاوز السلسلة الموالية أو الغرزة الموالية من بعد ما ارتفعه بكثلاث ثلاث سلثثين هذي نجاوز العرزة الموالية ثم نخدمه في الغرزة التانية ونخدم بنفس الطريقة خمس أرميدة بلفة واحدة. من بعد ما كرمنا أخواتي خمس أرميدة سأرتفع بثلاث سلاسل ثم سنجاوز السلسلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وفي السلسلة الخامسة السادسة سنخدم عمود بلفة واحدة. ونستمر أخواتي فوق كل غرزة أو فوق كل سلسلة موالية لهذه الغرزة سنخدم عمود بلفة واحدة حتى سنخدم أربع أعمدة بنفس الطريقة بيش خدمنا في بداية هذا السطر. وتنتمنى أخواتي أنكم تكمل الفيديو حتى النهاية بش تشوفوا جميع التفاصيل وما تنساوش لايك لي فيديو بش يوصلنا لأكبر نسبة من المتتبعين ويستفد الجميع. من بعد ما كملنا أربع أعمدة سنرتفع بثلاث ثلاثين لتكون بمثابة عمود. ثم غادي نخدم فوق كل عمود غادي نخدم عمود بلفة واحدة يعني بش غادي نكمل أربع أعمدة في المجموع يعني بحل السطر الأول يعني غادي جو أربع أعمدة فوق أربع أعمدة. من بعد ما كملنا أربع أعمدة سنرتفع بثلاث ثلاثين. ثم غادي نخدمو فوق كل عمود من هاد خمس أعمدة فوق كل عمود غادي نخدمو عمود بلفة واحدة حتى غادي نخدموهم بأكملهم يعني خمسة دي الأعمدة. ترجمة نانسي قنقر من بعد ما كملنا هاد خمس أعمدة سنرتفع بثلاث ثلاثين. ثم غادي نجي لهاد الفارة وغادي نخدمو غرزات بوف. اللي غادي تكون كما تلاحظوا أخواتي يعني بتتشبه العمود بلفة واحدة ولكن ما تنخدموش يعني سنبقون نعملوا لفة وندخلوا القروشي ونسحبوا الحرير. ثم تنعملوا لفة وتنديروها ثلاثة مرات ثم من بعد تنجمعو جميع الحلقات بغرزة حشو. من بعد غادي نرتفع بسلسلة. ثم غادي نعود نفس العملية يعني غرزة بوف. ثم ترتفعوا بسلسلة. وتنخدمو بنس طريقة. غرزة بوف تالية. ولي ما بغاش يخدم هاد غرزة بوف يعني مش مش مشكلة ممكن تخدمو غير ثلاثة ديال الاعميدة ولا اربعة ديال الاعميدة. يعني لا حسب اختيار ديالكم يعني ممكن تخدمو حتى لربعة ولا خمسة الاعميدة. من بعد ما كمنا هاد الغرز بوف غادي نرتفع بثلاثة ثلاثين. وغادي نخدمو فكل عمود غادي نخدمو عمود بلفة واحدة. يعني في المجموع غادي يكون عنا خمس اعميدة. كيف ما سبق لي قلت لكم بان هاد الغرزة بوف اللي ما بغاش يديرها ممكن يكتفي غير باميدة. راتي تجيزوينة. من بعد ما كمنا خمس اعميدة غادي ارتفع بثلاثة ثلاثين. وغادي نجول هاد اربع اعميدة. وغادي نخدمو فوق كل عمود غادي نخدمو عمود بلفة واحدة في المجموع. وغادي يكون عنا اربع اعميدة. ودائما اخواتي الكريمات ما تنسوش اخر عمود كيف ما ستلاحظو. يعني هاد العمود الاغلبية خصوصا بالنسبة لمبتدئين ما تينسوه. او لم تيبانش ليهم. ما تيخدموش تجيهم الخدمة شوي فايد اعويجاج. ذاك شي يركزو يعني اربع اعميدة فوق اربع اعميدة. ترتفعو بثلاث سلاسية. ثم تنقلبو العمل لينا. وتنخدمو اه يعني كيف ما العادة اربع اعميدة فوق اربع اعميدة. من بعد ما خدمنا اربع اعميدة هاد المرة غادي نخدمو سلسلة واحدة. ثم غادي نجيهم فوق هاد الاعميدة. يعني خمس اعميدة. وغادي نخدمو يعني عمود بلفة واحدة. ولكن ما غاديش نخدموه كامل. يعني غادي ما غاديش نخدموه كامل. كما تطلعتو تنعملو لفة. ثم تندخلو الكروشي ونسحبو الحرير. ثم غادي نعملو لفة. ونسحبو الحرير من الحلقتين الاوليتين. وتنكتفو بهد القدر وتنستمرو. حتى تنكملو هاد الخمسة ديال الاعميدة. دائما تنبقى محتفظين بالحلقة في الكروشي. يعني في المجموع من الحسبوها. نلقو ست حلقات. يعني الحلقة الاولى. اللي كانت ديجة في الكروشي. ثم خمس حلقات اخرين ديال هادو كل خمس اعميدة. من بعد ما كملنا اخواتي. غادي نعملو لفة ونسحبو الحرير من وسط هاد الحلقات بستة يعني كاملين. ثم غادي نعملو سلسلة. غادي نضيفو سلسلة اخرى. ثم ثانية ثم ثالثة. يعني تسدي السلسل. ثم غادي نجيو فوق هاد غرزة بوف. غادي نجيو في اول غرزة بوف. غادي نخدمو فيها خمس اعميدة بلفة واحدة. يعني نتمنى ان ان ذاك شي يكون واضح. وان الشرح يكون اوضح. يعني فوق غرزة بوف. اول غرزة بوف. غادي نخدمو فيها خمسة ديال اعميدة. غادي نغرزة. بعدما كملنا خمس اعميدة بلفة واحدة في نفس الغرزة. ارتافعه ب 3 سلسلة. سينكسيل الاولى التانية التالتة ثم غاد نجيو الاخر غرزة بوف ونخدمو فوقها خمس اعميدة بلفة واحدة دائما سينكسيل الاولى التالي ما يمكن اكتفى بالاعميدة يعني اخدم خمس او اربع اعميدة فقط من بعد ما كملنا خمس اعميدة سينكسيل ثلاث سينكسيل ثم غاد نجيو فوق كل عمود من هذا الاعميدة الخمسة غاد نخدمو عمود ولكن ما غاد نكملو في الخدمة يعني غاد نعملو لفة ثم غاد ندخلو كروش ونسحبو الحرير ثم غاد نعملو لفة ونخرجو الحرير موسط هاد حلقات الاوليين ثم نستمر بنفس الطريقة ندخل لفا ثم ندخل الكروشي ونسحب الحرير ثم نعمل لفا ثم نسحب الحرير من وسط الحلقتين الأوليتين ونستمر حتى نكمل هذه الخمسة دي الأعميدة بنفس الطريقة يعني في المجموعة دي يكون عندنا 6 حلقات يعني 5 حلقات بالنسبة لهادوك 5 أعميدة ثم نعمل لفا ثم نعمل لفا ثم نسحب الحرير من وسط الحلقات بأكملهم لكي نشكلها بشكل أناناسة صغيرة ثم نرتفع بسلسلة واحدة يعني بنفس الطريقة باش خدمنا الجهة المقابلة لها ثم غدي نخدمو أربع أعميدة يعني فوق كل عمود غدي نخدمو عمود ولفا واحدة في المجموعة دي يكون عندنا أربع أعميدة ثم نقلبو العمل لفا ثم نخدمو عمود بالفا ثم نخدمو في كل عمود لفا ثم نخدمو عمود لفا ثم نحط الممر ثم يكون لدينا 4 أعمدة يعني لدينا 3 السلاسل بمثابة عمود وتنظيفه 3 أعمدة يعني في المجموع 4 أعمدة من بعد أخواتي يرتفع ب3 سلاسل ثم نجي فوق 5 أعمدة ونخدم فيهم فوق كل عمود سنخدمه بلفة واحدة لنعود نفس العمليين لنقدم بها لنكونوا بشكل آناناس صغيرة بنفس الطريقة سنخدمه هذا السطر سنكمله حتى النهاية سنخدمه بلفة واحدة فوق كل عمود سنخدمه بلفة واحدة في المجموع 5 أعمدة من بعد ما كمنا هذا خمس أعمدة سنرتفع بثلاث سلاسل فوق كل عمودة وفي هذا الفارع سنخدمه بنفس الطريقة سنخدمه غرزة بوف سنخدمه غرزة بوف أولى ثم سنخدمه سلسلة الأولى ثم السلسلة التانية وبنفس الطريقة سنخدمه غرزة بوف ثانية وما بين كل غرزة بوف وغرزة بوف سيكون لدينا سلسلة ثم سنخدمه سنخدمه الغرزة بوف ثم سنخدمه الغرزة بوف ثالثة من بعد ما كملنا أخواتي غراز بوف سيرتافه بثلاث سلاسل من بعد ما كملنا هاد ثلاث سلاسل سنجيوا فوق كل عمود من هاد الأعمدة ونخدموا عمود بلفة واحدة ونستمروا أخواتي دائما بنفس الطريقة بنفس الترتيب حتى نكملوا العمل بأكمله يعني تنشيوا الى نفس الأساس اللي مشينا به من الأول حتى النهاية وهذا هو الشكل النهائي كما تلاحظوا أخواتي الشكل ليه تجي جد جد أنيق وممكن أنكم تزينوه بالعقيق يعني لك شي تبقى على لحظة بالاختيار دي كل واحد ولعجبكم الفيديو ما تنساو تشتركوا القناة وتفعلوا الجرس وتبرتجوا الفيديو ما الأصدقاء والأقارب وما تنساوش كذلك اللايك للفيديو وإلى عمل مقبل بإذن الله